موسيقى وننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يصادف اليوم ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي في 11 نوفمبر من العام 2004 صورة عرفات وقد كثرت الأحاديث والتصريحات من الأطباء الذين أشرفوا على حالته الصحية بأنه متى مسموما وكان آخر هذه التصريحات الأسبوع الماضي من قبل لجنة علماء سويسريين محمد سلامة ناع عرفات وصفا إياه بأنه شهيد القضية قائلا 11-11-2004 ذكرى وفاة ياسر عرفات ألف رحمة عليه شهيد القضية الطالبة الفلسطينية يارى السوفيري تساءلت في تغريدة على تويتر قائلة ألا يحق لنا أن نحي ذكرى وفاة أب عظيم لفلسطين سما الأعرج نشرت صورة لعرفات والشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وكتبت نعي لعرفات جاء فيه ياسر عرفات سلام على راية للرحيل على دمعة فوق خد النخيل سلام على وجع في فلسطين سلام على الحسرة من بعدك ننتقل الآن إلى الشأن الكروي وتحديدا حملة جمع الأموال لمنتخب النشامة الذي يستعد لملاقات منتخب الأوريغوي الأربعاء في عمان وضمن ذهب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2014 رحب البعض بهذه الخطوة بينما انتقدها البعض الآخر المدون راني دبابن غرد على تويتر معربا عن انزعاجه من دفع المؤسسات الحكومية أموال الشعب دون استشارتهم قائلا يا حيف الحيف حمل التبرعات منتخب النشامة إشي مخجل ومحبط والمؤسسات الحكومية بتتبرع بمصارينا بدون ما تستشيرنا شكرا لخذلنا كل يوم أنز حماد اعتبر أن تصليح الشوارع وإطعام الفقراء وتحسين أحوالهم أفضل من التبرع للمنتخب كما جاء في تعليقه على صفحة رؤية على الفيسبوك إذ قال بدل ما يتبرعوا للمنتخب يتبرعوا للفقراء يصلحوا الشوارع المكسرة يضبطوا الأرصفة ويضبطوا نور الشوارع اشتركوا في القناة